بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى مع سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين جاء ذلك لقائم بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث قام وزير الدولة للإنتاج الحربي باستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من جانبها أشاد سفير تنزانيا بالقاهرة بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي